بالمناسبة راكم ما تفكرت ولا العصابة كاش ما تكلمت على سواريخ اسكندر ولا لا كان الذباب انتاحهم باش يجي خوفوا الشعب وهذيك انتاحنا واحنا اكبر جيش واحنا يقول لك عنا سواريخ اسكندر كل يخو ما خدموه ما مش من عند الروس بأموال الشعب الآن تضح ان سواريخ اسكندر حسب ارمينيا ورئيس وزرائها انها كانت مشكلة وان الاذريين اللي عاونوهم الاطراك بالدرونز قهروهم بالرغم ان كان عند الارمين الارمن عندهم سلاح روسي قوي حتى الاذريين عندهم سلاح روسي لكن الفارق هو دخول الاطراك خاصة بالدرونز وبالسلاحهم وايضا والاخطر بالنسبة لارمينيا هو ان سواريخ اسكندر لم تشتغل واسمه وشقال رئيس وزراء ارمينيا اللي رهي على ابواب ان تدخل ربما حرب اهلية نتيجة اللي ما حدث كاش ما كلموكم كاش ما سمعتوا برنامج تلفزيون على سواريخ اسكندر 11-12 مليار دولار كل عام تروح للجيش بينما كثير من جنود الجيش وصف ضباط الجيش يجوعون زد انتحر اول امس واحد من خوتنا خلينا بالك نعطي لكم الاسم واحد من خوتنا قدما الجيش بعثوا لي عليه انتحر ولماذا انتحر قهر هذا اللي سموهم اللي طردوهم الجيش او خرجوا من الجيش بحوادث غير منسوبة لي ها رحمه الله شاب ربما في بداية الثلاثينات من عمره طردوهم الجيش وما عندوش قال لك الحادث انتعوا غير منسوبة للخدمة غير منسوبة للخدمة وكأنك ما درت جيش ما درت عسكر ما خدمت ما عندك تقريبا اغلبية الحقوق ما عندكش وين تروح الملايير تعد دولارات مليار دولار هي 18 ألف مليار سنتيم وكأنك نقولون 11 مليار دولار هي ما يقارب 200 ألف مليار سنتيم 198 ألف مليار سنتيم وين رحت جزء كبير يروح إلى دبي إلى بوظبي إلى الشيرجتاين إلى سويسرا إلى بريطانيا إلى جزر المالديف يروح للبنوك في أوفشور جزء كبير ها وعلاش لازم تقوم دولة مدنية باش الشعب عن طريق الممثلين الحقيقيين ليختارهم يراقبوا كل دينار وين يروح أين يصرف ما فيش واحد آليها ما فيش جنرالات آليها أقوى إمبراطورية في العالم الولايات المتحدة توقف الجنرالات تعربع نجوم كدر طوال ويعرقوهم لكونغرسمان يعرقوهم أعضاء الكونغرس أو أعضاء مجلس نواب في استجوابات أحيانا محرجة ويشوفها العالم أجمع هؤلاء يقولوا بأنهم يستطيعون أن يأخذوا حربين جزء حروب كبرى في نفس الوقت هذا الجيش جيش الأمريكي متفوق جدا على كل جيش اللي من بعده ومع ذلك تشوف جنرالاته بما فيه موزير الدفاع المدني بالمناسبة يتعرق يعرقوه النواب الأسئلة وما فيش حاجة هذه أسران ما نخرجوهاش الجزء الأكبر يخرج ويبث الجزء الأكبر وأحيانا مباشر يبث لأنك رعين معيز كروشهم خارجة فيتين سبعين سنة أغلبهم ما قرأ ما شاف وحطوهم في عالة هارم الدولة عالة هارم الجيش وطردوا كم طردوا من ضباط عقداء رواد كابيتان الاثنان كورونيل كم طردوا من الشباب ثلاثينات العبعينات مرات بداية الخمسينات من العمر والعجزة الجهلة مسيطرين على الجيش يجب أن تقوم دولة مدنية إذا أردنا لهذه البلاد أن تنهض ترجمة نانسي قنقر